قبل ما نكمل كمان عندي بس ملاحظة شوية على المدار في مجلس النواب ما فيش شك احنا هنناقش قانون الطوارق وهنناقشه بشكل انه القطاع الاوسع من المجتمع صحيح قانون الطوارق كان يوصف دائما بانه سيء السمعة وانه ضد الحريات لكن في لحظات من هذا النوع محدش هنناقشه بهذا الشكل يعني بدليل فرنسا عملت قانون الطوارق وشغالين بيه صحيح هيبقى فيه مخاوف تانية نتمنى ان تكون لها ضمانات لكن يعني خلونا طالما انه الاستهداف بقى بهذا الشكل وكمان قضية العائدون من سوريا ومن العراق مع داعش يعني بالتأكيد بعد اللي تعرضت له داعش في العراق وفي سوريا ايضا هتبقى فيه مجموعات هتكلف بالعودة الى بلادها وتنفيذ عمليات لانهم خلاص فيه حالة الحصار لداعش في العراق وفيه ايضا حالة المواجهة والحصار لداعش في سوريا فكان حتى بعض المحلين بيقولون هم سينتقلون الى ليبيا ربما ينتقل البعض الى ليبيا وليبيا على حدودنا يعني كيف يأتوا ازاي بيدخلوا طبعا يعني هنا التمويل والتخطيط وقوة اقليمية متورطة معاهم حتى تمكن بعض العناصر من الدخول العائدون من تنظيم داعش في سوريا والعراق حلاص حينفزوا وبيهددوا لانهم اكثر تدريبا هنا طيب خلاص لو الاجهزة الامنية بتقول انا محتاجة قانونة الطوارئ المجتمع كله هتلاقيه متوحدا في قضايا من هذا النوع حتى يعني انصار الحريات اللي هيبقى عندهم التحفظ لكن يمكن تقبل كل هذه الامور طالما ان في ضمانات بانه ده لمواجهة الارهاب ولتحقيق الامان في المجتمع انت بتتعامل دلوقتي مع خلايا علشان تفككها هتحتاج الى اجراءات من هذا النوع المهم انها لا تمثي الابرياء ولا تتعلق بالابرياء ده هنقش معاكم بعض قليل قانون الطوارئ وايه هو عشان نشرحه للناس لان بعض الناس بيقولوا ايه حالة الطوارئ وايه حيتم ازاي منقشتها في مجلس النواب وايه القانون حيتم التعامل معا ازاي وايه اهم بنوده وايه اهم نقاطه كويس كمان ان مجلس النواب يعني اخيرا التفت الى الاسراع في المحاكمات لان البطء في المحاكمة ممكن يزود الارهاب الارهابي لما يشوف انه والله اما هم قاعدين بتحكموا اربع خمس سنين يعني يعني حليني اه ده لا يشكل راضعا له انما اذا كانت المحاكمات سريعة دون انتقاص محدش بيقول محاكمات سريعة يعني قلبها او انتقص من المحاكمات العادلة اه فقانون الاجراءات الجنائية الجنائية تعديله اللي حيتيح المحاكمات السريعة بس عندي تعليقين على اه مواقف للدكتور علي عبدالعال رئيس المجل يعني النهاردة ما يبقى المجتمع كله متوحد بهذا الشكل وكلام الرئيس السيسي بالامس خلى المجتمع يزداد توحدا فيبقى فيه عندك تصرفين في النص كده وبسرعة شديدة احالة تيرانو صنافير لللجنة التشرعية قضية اه خلافية ينقصم فيها المجتمع طبع المجتمع متوحد معاك مش لازم مش لازم دلوقتي يعني وده اللي احنا كنا نقشنا معاك الاسبوع اللي فات وقلنا انه اه توقعنا بالفعل ان المجلس حيناقش القضية مع انها قضية اه اه امام القضاء النهاردة في ظل مجتمع متوحد معاك في هذه القضية وكلام الرئيس السيسي بالامس زاده توحدا وتمسك وتماسكا فيقوم يحصل ده حيل تيرانو صنافير لللجنة التشرعية فيعني طب حافظ على حالة التوحد حافظ عليها بقوة يعني طبع دي ملاحظة يعني والدكتور علي عبد العلب طبيعته بيغضب من الملاحظات يعني لكن في كل الاحوال كمان الملاحظة التانية طب دي احنا عايزين نوصل لرسالة ان قانون الطوارق لن يطبق الا على الارهابيين فتصريحات للدكتور علي عبد العالي ايضا ان قانون الطوارق سيطبق على الاعلام وعلى الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طيب خلينا في الاعلام والصحافة يعني هم سند لك في مواجهة الارهاب بس لما يبقى التلويح كده يعني طب احنا الناس متوحدة على اعتبار ان قانون الارهاب سيطبق على الارهابيين فلما يبقى في تصريحات من هذا النوع يا جماعة بتنسف يعني الرئيس السيسي بالامس في تصريحاته وبالتأكيد هو هدفه كله ان قانون الارهاب يطبق على الارهابيين هيطبق بقى على وسائل الاعلام زي ما بقوله الرئيس مجلس النواب الكلام في حد ذاته كلام في منطقة الخطورة هو ده بقى اللي يقلق المستثمر وهو ده بقى اللي يخلي حالة التوحد والتماسك يعني الناس بتتوحد وتتماسك وكلام الرئيس السيسي زادهم توحدا وتماسكا وفاهمين ان قانون التوارق هدفه ايه فيقوم يطلع رئيس المجلس ويقول سيطبق على الاعلام والصحافة يعني تخيل الواحد يبقى ابو البراء ده طالع الجنة للحور العين ومش خايف انه حيتحاسب ولا يعني ما بتقولش حتى ان قانون الارهاب سيطبق على الارهابيين وهو كده وتخيل انت بقى تلاقيه يطبق علي وعلى غيري بكلام الدكتور علي عبدالعال كلام يعني ليس مناسبا ليس ملائما خاصة يعني الاعلام اللي البعض بيعاديه بهذا الشكل ما هو اللي ما تشوف بعض فضع تصام ربعة حتى لما كان الاخوان يطلعوا بعض التسجيلات ويقولوا اصلوا الاعلام يتعامل مع القوات المسلحة ومع الاجهزة السيادية قلنا لهم وقتها بنعيش حالة حرب هو انت متخيل انه الاعلام مش لما تبقى انت بتعمل عمليات ارهابية في الكنائس وفي المؤسسات وبتولع في البلد وهنا في حالة الحرب الاعلامي هنا مش هيبقى فيه تداخل في الحصول على المعلومات بينه وبين القوات المسلحة زي بالضبط في حرب اكتوبر هل يمكن ان تلوم صحفيا لانه خد معلومات من القوات المسلحة او نصك مع القوات المسلحة في امور من هذا النوع وردين عليهم وقتها في ده وبالتالي الاعلام ده اللي شوف يعني الدكتور علي عبدالله يبدو انه في زيني فقط يلا فرصة بقى ان انا اشوف الناس اللي بينتقدوني في الاعلام والصحفة فقول اهو قانون الارهاب خلي بالكو لا قانون الارهاب ويعني وفقا لرؤية ومفهوم الرئيس السيسي بالامس لمواجهة الارهاب والارهابيين لما الدكتور علي عبدالعلي يقول الكلام ده طب يبقى انت مش بتخوف بس الصحفة والاعلام لانه الاعلام المؤمن بقضيته مش هيخاف يعني لكن ممكن تخوف مستثمر قادم ممكن تخلي الناس يقول لا ده مفهوم رئيس مجلس النواب لقانون الارهاب هو انه يطبق على المجتمع كله مش يطبق على الارهابيين وملاحظة من الملاحظات اللي دايما بيغضب منها الدكتور علي عبدالعلي رئيس مجلس النواب وبيتعامل معها دائما بحدة وغضب لكن ليه علشان نخلي بالنا من التصريحات ده الرئيس السيسي نفسه بتصريحاته يعني شوفوا الضقة والتوازن الشديد في اطلاق الكلمات اه حالة المجتمع الان حال الوضع يستدعي انه يبقى فيه قانون للارهاب يبقى فيه مجلس اعلى لمواجهة الارهاب بقانون فالناس تستقبل ده بحالة من القوة والتماسك والتلاحم ينسف ده بعد كده يبقى رئيس مجلس النواب بتصريح وكمان في نفس الوقت في مجتمع هم متوحد ومتماسك هم رامي عضية خلافية اسمى المجتمع زي تيران وصنفير واقول احالتها النهاردة لللجنة التشرعية علامات استفهام وعلامات استعجاب وعلامات تعجب وعلامات اندهاش من هذه الامور